لتحرك هذا القطار إذا صحت المعلومات التي تكلمت عنها التايمز هو من أجل الإرسال رسالة للعالم بأن بوتين وأن الجيش أو الفرقة النووية الروسية لا تتورع باستخدام هذا السلاح وأتوقع بأن الغرب استجاب للإنذارات الروسية سابقا بعدم تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة تصل إلى عمق الأراضي الروسية وكذلك منع الدول من تزويد أوكرانيا بأسلحة أكثر تطورا الناتو والغرب يأخذون هذه التهديدات الروسية غير المباشرة على محمل الجد لو استخدم بوتين سلاحا تكتيكيا نوويا في أوكرانيا كيف سيرد الغرب؟ أتوقع استخدام أي نوع من هذا النوع الأسلحة تسمى أسلحة التدمير الشامل وهي الأسلحة النووية فأن لن تمر هذه الاستخدام مرور الكرام أتوقع بأن القوات الروسية في أوكرانيا وداخل حدود أوكرانيا ستكون هدفا مباشرا وربما يتم تدميرها بشكل كامل ولا أستغرب بأن يقوم الغرب والناتو بتدبير أسطول مثلا البحر الأسود أو يعني ضربة ستواجه بضربة قوية ضد العسكرياتية الروسية يعني إن كانت في أوكرانيا أو في المحيطات أو في البحار يعني سيتم معاقبة روسيا ومعاقبة بوتين على استخدام الأسلحة النووية وهذا الأسلحة التي أصبحت يعني بعد نيجازاكي وغيروشيما لم يتم استخداما اشتركوا في القناة